ننتقل إلى موضوع جديد خمسة ملايين شخص في الحجر في سيدني والسبب محاولة السلطات لاحتواء تفشي سريع الانتشار لسولالة دلتا من فيروس كورونا شديدة العدوى في أكبر مدن أستراليا فبعد أن تمكنت سيدني من خفض عدد الإصابات عن طريق غلق الحدود وفرض الإغلاق العام تشهد البلاد تصاعدا في الإصابات لأول مرة منذ شهور ما دفعها لفرض إغلاق تام في كل أنحاء مدينة سيدني وضواحيها للمزيد تنظم إلينا من سيدني مراسلة صباح العربية في استراليا لارا طوق لارا صباح الخير صباح الخير لارا صباح الخير ولا صباح الخير لا بعد الظهر بعد الظهر ظهر الخير ظهر الخير إذن طيب لارا أنا قاعد أحاول أن أشوف الأرقام الجديدة أو أي شيء تحديث أو مبررات أيضا عن سبب هذا الحجر أو هذا الإجراء الجديد ضعينا في الصورة أكثر أكيد أكيد أبل الأرقام يعني تخبرك شوي عشنا في أستراليا أسبوع تحت هيمنة عنوين كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد سواء كانت لمراقبة ارتفاع عداد الحالات أم لترقب الحلول المرجوة من تخفيف القيود والتي لا أمل بها حتى اليوم تسكير تام يعم الولاية باستثناء الخدمات الإلزامية والتسكير جاء تزامنا مع العتل المدرسية يعني مما وضع الأمهات والأباء في حال انتظار مرهق لمعرفة ما إذا كان الأطفال سيعودون إلى المقاعد الدراسية مع بداية الفصل الثالث المقرر الثلاثاء المقبل حتى اليوم لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن واليوم يعني في تصريحها الصباحي رئيسة الحكومة غلارس بيرجيكلين رفضت الإجابة عن موعد انتهاء إغلاق سدني كان من المقرر أن ينتهي الإغلاق هذا يوم الجمعة ولكنها رفضت تحديد أي موعد تمديد يعني فيه احتمال تمديد في الأجواء وللأسف كمان ألمحت أنه قد يكون هناك قيود مستمرة حتى نهاية أكتوبر إذن الأطفال يعني مستمر لارا بس خليني أسألك عن عدد الإصابات هل في تحسن بعد هذا الإغلاق تسام في سدني وانتشار البؤر يعني بؤر من متحور دلتا خلال الأسبوعين الماضيين في تحسن ملحوظ يعني سجلت نيو ساوث ويلز 18 حالة مكتسبة محليا في الـ 24 ساعة الأخيرة حتى الثامنة مساء من ليل الأمس لم يتم تسجيل أي حالات جديدة مكتسبة من الخارج بلغ عدد إجمالي للحالات في نيو ساوث ويلز منذ بداية هلع تكتل بانداي يعني أي منذ 16 يونيو 330 حالة مكتسبة محليا وهم تحت السيطرة يعني في بس 18 حالة بالـ 24 ساعة الماضية لارا يعني رئيسة الوزراء رفضت الإفساح عن موعد رفع هذا الحظر هل الاستراتيجية محل نقد هنا هل استراتيجية صفر إصابات هل سيعاد تقييمها أو هم ماضون في العمل بها شوف بالنسبة للاستراتيجيات يعني معروف جدا في الدماغ الإنساني أنك لا تستطيع تقديم استراتيجيات أو التفكير بطريقة استراتيجية إذا كنت تحت تأثير الخوف وهذا الهلع بالنسبة لفايروس كورونا I think يعطل أي نوع من التفكير الطويل الأمد والعقلاني يعني نرى البلاد تتسكر البطأ الاقتصادية مخيفة على الأعمال وعلى المدارس على العائلات في علامات استفهام في الأجواء مخيفة شوي بالنسبة لسبب التسكير رغم تدني مجمل الإصابات نرى أنه هو لحث الأستراليين على نيل اللقاحات من نسب أكبر وهذه النظرية أكدتها رئيسة صحة في الولاية دكتور كاري تشانت في تصريحها الصباح اليوم قالت نريد أن يكون هذا الإغلاق الأخير حتى يتم تطعيم غالبية مواطنين قالت لن تتمكن ولاية نيو ساوث ويلز أن تعيش بشكل مختلف حتى تحقق نسبة 80% من التلقيح إذن تشجيع على أغذى اللقاحات لارا يعطيك ألف عافية كانت معنا مراسلة صباح العربي في إسراليا لارا طوقي شكرا مروا شكرا جزيلا يا لارا ونقول لك إغلاق جديد يلا الحياة سعيدة متحور جديد هذا المتحور يثير القلق لقدرته على إضعاف فعالية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة متفوقا من حيث الخطورة على متحور دلتا فالمتحور الجديد الذي يعرف باسم إبسيلون يعتمد على استراتيجية غير مباشرة وغير مألوفة للهروب والمراوغة من الأجسام المضادة شيربل عطنا مواصفات هذا الفيروس الجديد أو عفوا المتحور الجديد وبعض الأرقام المقلقة طمنا بالفعل عاد الأرقام يرى الكثيرون أنها تبعثوا القلقة 40% من المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل من متلقي اللقاح نصف وفيات كورونا المتحور دلت بالتحديد في بريطانيا متعامن نسبة المصابين بكورونا من المتعامين كانت 16% في الإمارات ونسبة الوفيات بين المتعامين هي 6% أرقام جديدة تشير إلى أن فعالية اللقاح فايزر قد تكون انخفضت إلى 67% بدلا من 95% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر